الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسر لي ولكم القيامة بشعائر الإسلام وأداء النسك العظيم نسك حج بيت الله الحرام وبعد كان من المواقف العظيمة في الأيام الخالية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة العظيمة التي حجها صلى الله عليه وسلم وقد حج في السنة العاشرة أما في السنة التاسعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليحج بالناس وأمره أن يبين للناس أنه قد منع العرات من الطواف بالبيت كما منع أهل الشرك من حج بيت الله الحرام بعد ذلك العام فكان ذلك النداء من أسباب تطهير تلك المواطن الشريفة فلما جاءت السنة العاشرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج قدم أناس كثير من بلدان شتى إلى المدينة ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل بأنه قدم معه مئة ألف من الناس ليحجوا معه في تلك السنة فكان من المواقف العظيمة في تلك الحجة ما كان في يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس تلك الخطبة العظيمة ونزلت عليه الآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولذلك فإنه لما جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أي آية فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم وعرفنا ذلك المكان الذي نزلت فيه هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه وهو قائم بعرفة في يوم جمعة وإنه والله بعرفة ومن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن ما ذكره أبو بكر أبو بكرة رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم النحر يوم العيد فقعد على بعيره وكان هناك رجل قد أمسك بخطام البعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم أتدرون أي يوم هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنهم سيسمون ذلك أو حتى ظنوا أنه سيسمي ذلك اليوم بغير اسمه فقال صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر قالوا بلى قال فأي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننت أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس بذي الحجة فقلنا بلى قال أي بلد هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلد الحرام أو البلدة الحرام فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بياني تلك الوثيقة العظيم والخطاب العظيم في ذلك اليوم العظيم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم وإنكم ستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم بلغت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام سامع ثم قال لهم ألا فلا ترجعوا بعد كفارا وفي رواية فلا ترجعوا بعد ظلالا يضرب بعضكم رقابا بعضا قال لما كان ذلك اليوم الذي حرق أو حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامه أشرف على أبي بكرة فقالوا هذا أبو بكرة يراك فقال أبو بكرة والله لو دخلوا علي ما بهشت بقصبها إلى ما تعرض لهم من الروايات التي وردت في هذا الباب ما ذكره عبد الله بن عمر بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناقة يخطب يوم النحر في حجة الوداع بميناء عند الجمرة وخاطب الناس فجعلوا يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر أحسب كذا وكذا فحلقت قبل أن أذبح فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج وجاء الآخر فقال يا رسول الله لم أشعر كنت أحسب كذا وكذا فنحرت قبل أن أرمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال لصاحبه افعل ولا حرج عني في التقديم والتأخير ولعلنا نقف على فاصل يسير نواصل الحديث بعده بإذن الله جل وعلا حياكم الله بعد هذا الفاصل وأذكر عددا من الوقاع التي وقعت في حجة الودامع النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة يوم النحر بميناء فقال رجل زرت يعني طف بالبيت قبل أن أرمي فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج وسئل سأله سائل فقال ذابحت قبل أن أرمي قال فأومى بيده وقال لا حرج وقال آخر حلقت قبل أن أذبح فقال فأومى بيده صلى الله عليه وسلم لا حرج وقال آخر رميت بعدما أمسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج ومن الأحاديث التي تروي لنا جانبا كثيرا من قصة حجة الوداع ما ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة في يوم خمس وعشرين منذ القعدة أو قال لخمس بقينا منذ القعدة كنا لا نرى أن ذهبنا إلا للحج ولا نعرف إلا الحج وكنا قد وافينا هلال للحجة في أشهر الحج وليالي الحج وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمره فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمره وكان يرغب في أصحابه في نقل نسكهم من الإفراد إلى التمتع قال فلما سمع بعضهم ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أهلوا بعمره بينما أهل آخرون بالحج فعائشة رضي الله عنها أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت في من تمتع لكنها لم تسق الهدي قالت فأهللت بعمره قالت فلما كنا بسرف منطقة قريبة من مكة حظت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل من نسك القران إلى نسك التمتع قالت فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل النسك بالنسبة لمن لم يسق الهدي من الإفراد إلى التمتع ومن القران إلى التمتع كان هناك طائفة يأخذون بها وهناك طائفة آخرون يتركونها ولا يأخذون بها قالت عائشة فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة عندهم قدرة شرائية ولذلك كان معهم الهدي وبالتالي لم يحق لهم أن يحولوا النسك من الإفراد والقران إلى التمتع لأنهم قد ساقوا الهدي ولذلك لم يقدروا على العمرة قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال لها ما لك تبكين ما الذي يبكيك يا هنتاه فقلت سمعت قولك لأصحابك بتحويل النسك من الإفراد إلى التمتع ولكنني أنا منعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي يعني تقصد أنها حاضت ثم قالت لو وددت أني لما حج العام فقال لها صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي قالت نعم قال لا يضرك إن هذا شيء قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم وحينئذ فافعلي مثل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وبالتالي ينقل ابنسكي ينقل ابنسكك من التمتع والإفراد إلى القران وفكوني في حجتك فعسى أن يرزقكيها قالت لما قدمنا مكة تطوف الناس بالبيت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بأن يحول نسكه من القران والإفراد إلى التمتع قالت فمن أحرم بعمره ولم يهدف فليحلل ومن أحرم بعمره ومعه هدي فلا يحل حتى يحل بنحر هديه قال ومن أهل بحج فليتم حجه يعني إفراد فمن لم يسق الهدي حل إحرامه وقلب نسكه إلى التمتع أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكنا لم يسقن الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم تحسف على سوق الهدي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبارت لما سقت الهدي ولما حللت مع الناس حين حلوا يعني قبل يوم عرفة بعد إكمالهم للعمرة قالت عائشة فقدمت مكة وأنا حائض حينئذ لا حق لها في الطواف بالبيت ولا بالصفى والمروة وبقيت على حالها حتى يوم أيام منا في يوم التروية قالت فخرجنا في يوم التروية حتى قدمنا منا ولكني لم أطهر ودخلت ليلة عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليلة عرفة وإنك كنت تمتعت بعمرة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك وأهلي بحج ففعلت عائشة وحينئذ نقلت نسكها من كونه تمتعا إلى كونه ترانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله نأتي لسياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما روتها عائشة بعد الفاصل بإذن الله عز وجل حياكم الله أخوتي وكنا قد ذكرنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من لم يسك الهدي وكان قد قدم حاجا مفردا أن يقلب نسكه ليكون تمتعا وعائشة رضي الله عنها فعلت ذلك لكنها حاضت قبل أن تدخل مكة وبالتالي منعت من الطواف بالبيت وستمر حيظها إلى ليلة العيد وبالتالي أمرت أن تنقض شعرها وأن تمتشط وأن تقلب النسك إلى قران وبالتالي تهل بإهلال الحج ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في ذلك اليوم بالبقر فدخل على النساء في يوم النحر بلحم بقر فقالت عائشة ما هذا قالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر قالت فأفضت بالبيت وهذا في دلالة على أن القارن عليه الهدي كالمتمتع قالت عائشة فأفضت بالبيت ثم خرجت معه في النفر الآخر يعني في يوم ثلاثة عشر حتى نزل المحصب حتى نزل المحصب هو مكان في أطراف مكة ونزلنا معه وقالت صفية رضي الله عنها ما أراني إلا حابستهم وذلك أنها قد جاءها الحيظ فكانت على باب خبائها كئيبة فأراد النبي فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منها ما يريد الرجل من أهله فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إن الصفية بنت حيي قد حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التحسر والتأسف أنها ستحبسهم وسيبقون ظن أنها لم تطف طوافا الإفاضة فقال عقر حلقا لعلها تحبسنا ثم سأل ألم تطف قبل ذلك طوافا الإفاضة ألم تكن طافت مع كنة فقلنا بلى قد طافت وقال لها أوى ما طفت يوم النحر فقالت بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا بأس انفري يعني أخرجي من مكة بدون حاجة إلى طوافي الودع قال فلما قضيت الحج وكانت ليلة الحصبة تقوله عائشة قلت يا رسول الله الناس يرجعون بعمرة وحج وأنا لا أرجع إلا بحج فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوما طفت ليالي قد من مكة فقالت لا لأنها كانت حائض فظن أنها متمتعة فلما منعت من العمر معناها أنها قار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخها عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له أخرج بأختك يعني عائشة من الحرم وحينئذ تهل بعمرة خارج هدود الحرم ثم فرغا ثم أتياني هنا فإني أنتظركما يعني لن أعود إلى محلي وبلدي حتى تأتياني فركبت مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر على ناقة له وكان عبد الرحمن رضي الله عنه قد ذهب بها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة قد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعود أصحابي بحج وعمرة ولا أعود إلا بحج فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إحرامك يسعك عن حجك وعمرتك ثم قال لها هذه مكان عمرتك يعني التي اعتمرتها بعد يومي بعد أيامي الحج هذه مكان عمرتك وأجرك على قدر نصبك قالت عائشة فخرجنا وأتينا إلى التنعيم فأحرمت ثم عادت حتى إذا فرغت من الطواف ولم يكن في ذلك هدي من صدقة ولا صوم ولا شيء وذلك أن القارن يماثل المتمتع فيما عليه قالت عائشة ثم جئته بسحر يعني في أواخر الليل وكان مدلجا وأنا مصعدة يعني كان نازلا صلى الله عليه وسلم من مكة وأنا مسعدة هو منهبط وهي مسعدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن هل فرغتما فقالت عائشة نعم وحينئذ آذن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فارتحلوا وارتحل معهم من طاف بالبيت طواف الوداع قبل الصبح ومر إلى المدينة فكان الذين حجوا معهم صلى الله عليه وسلم على أنواع منهم من حج إفرادا فطاف طواف القدوم وطاف طواف الإفاظة وقد يكون طاف طواف الوداع وأما بالنسبة لمن حج متمتعا فإنه طاف طواف العمرة مع السعي ثم إنه في يوم العيد طاف طواف الزيارة مع السعي ثم إنه في يوم رحيله إنما يطوف في يوم رحيله يطوف طواف الوداع وهكذا سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير صلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة